كرم محافظ محافظة مأرب الواء سلطان العرادة أول فريق للدفاع المدني في مجال الغوص والسباحة تابع لقوات الأمن الخاصة بالشهاد التقديرية والهدايا الرمزية على تمكنهم من إنقاذ ثمان حالات غرق في سد مأرب من بين الزائرين للسد وذلك خلال فترة التدريب والإعداد للفريق على مدى شهرين على قواعد السباحة والغص والغوص والإنقاذ والانتشال واختتمت برمجها أمس وخلال التكريم أشار المحافظة العرادة إلى المهمة الإنسانية الكبيرة الملقى على عاتق فريق الغوص المكون من 12 شخصا في الحد من حوادث الغرق في مياه سد مأرب من المواطنين الذين يرتادون السد كمنتج عن سياحي ترفعي يتعرضون للموت غرقا وصعوبة انتشال جثثهم بسبب عدم وجود غواصين محترفين للإنقاذ أو انتشال الجثث مشيرا إلى أهمية دور الفريق في تقديم التوجيهات الأشهدية للمواطنين توعية الزائرين لسد مأرب الرئيس أو السدود المتفرعا عن الأماكن الآمنة لاستباحة والأماكن الخطرة التي تعرضهم للغرق والموت والحد من اندفاع الأطفال إلى المياه دون وعيا أو دراك ودون إجادتهم للسباحة حضر التكريب مدير عام فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد ناجي حطروم وقائد فرع قوات الأمن الخاص العميد عبدالغني شعلان موسيقى موسيقى